وخلونا نبدأ من العراق ومن العراق كان المشهد المهم المشهد المهم للبابا فرانسس بابا الفاتكان الذي وقف برسالة سلام في نفس المنطقة التي وقف فيها في 2014 أبو بكر البغدادي زعيم داعش حينها والذي قتل في نفس المكان الذي وقف فيها زعيم داعش يتوعد غير المسلمين يعلن الخلافة الإسلامية كما أطلقها ويتوعد غير المسلمين حينها وقام بهدم الكنائس وقام بهدم المناطق الأثرية وقام بهدم الآثار وتهريب الآثار أهم آثار يعني مش عايزة أقول إسلامية ولكن أهم آثار للحضارات المتعاقبة من وقت بابل الحضارات المتعاقبة في العراق تم هدمها غير الآلاف الذين أعدموا على يد داعش من نفس هذه المدينة من الموصل وقف البابا اليوم في ختام زيارته للعراق هذه الزيارة لناس كتيرة كانت معاولة ألا تحدث في ظل الكورونا في ظل الوضع الأمني في العراق ولكنه أصر أن يقوم بهذه الزيارة وقف البابا برسالة سلام للعالم كله رسالة سلام للمسلمين والمسيحيين رسالة سلام لمسيحي الشرق في المقام الأول وقال إن الكنيسة ما زالت حية في العراق الزيارة بقالها عدد من الأيام ولكن النهاردة كان يوم مهم جدا في لحظة وقوف البابا أمام كنيسة حوش البيعة في الموصل هذه الكنيسة التي هدمت على يد داعش وكان طبعا هناك معركة ضخمة في تحرير الموصل من تنظيم داعش 2017 ودي المنطقة مش في الكنيسة طبعا لأنه أبو بكر البغدادي وقف في مسجد النوري معلنا الخلافة الإسلامية هذا المشهد الذي يقف فيه البابا وخلفه الكنيسة المهدمة هو مشهد مهم جدا كيف تنهار الدول كيف يمكن للإرهاب أن يقضي على الدول وتسقط الدول في يد الإرهاب معركة كبيرة جدا قادها العراق نحيي أهل العراق الذين وقفوا صامدين أمام داعش اللي اختال آلاف من العراقيين المسيحيين في العراق كانوا كتلة كبيرة كانوا مليون وربعمائة ألف مسيحي ولكن هاجر معظمهم نزح من العراق وأصبحوا 250 ألف التعداد المسيحيين في العراق الآن لا يزيد عن 250 ألف وده الكلام اللي البابا كان بيكلم عليه من القلق من التهديدات لمسيحي الشرق عموما ليس فقط في العراق ولكن المسيحيين في العراق المسيحيين في لبنان المسيحيين في سوريا المسيحيين في دول عديدة يتعرضون أو تعرضوا بالإرهاب في وقت داعش وفي أوقات غيرها لكثير من التهديد الموصل كانت نقطة مهمة ثم بلدة قرقوش أيضا في الموصل حيث كان البابا ألقى كلمة من أكبر كنيسة هناك هي كنيسة الطهرة وهي كنيسة مهمة جدا هي كنيسة أكبر كنيسة في العراق ثم بعد ذلك ذهب لإلقاء القداس الكبير في أربيل قداس حضروا عشرة آلاف من العراقيين قداس نقلته كل وكالات الأنباء وكل معطات التلفزيون في المنطقة العربية صورة مهمة جدا كانت من الرحلة هي لقاء البابا مع أكبر رمز شيعي في العراق هو آية الله علي السستاني والحقيقة دي كانت صورة مهمة جدا هذا اللقاء النادر يعني هو اللقاء الأول من نوعه بين رمز الكاتوليكية ورمز الشيعية رمز الكاتوليكية ورمز الشيعية ولقاء القمة بين الكاتوليك والشيعة بين يعني يعني البعض قد يظن أنهما فرقاء ولكن هذه رسالة السلام المقدمة بالبابا اللقاء استمر 45 دقيقة رسالة السلام من البابا فرانسيس أننا جميعا نعيش على أرض واحدة أننا جميعا يجب أن نحمل رسالة السلام واحدة رسالة أخوة بحي البابا فرانسيس الحقيقة أن هذه الرحلة كان من المفترض أن يقوم بها البابا السابق في تسعة وتسعين سنة تسعة وتسعين ولكن نتيجة الحصار الذي كان يعني على العراق وبعد كده كان فيه طبعا معارك التي ذهبت فيها خضتها العراق لم يتمكن البابا السابق أو الراحل من هذه الرحلة البابا فرانسيس الحقيقة أنها واعتبرها حج لأرض النبي إبراهيم حيث هناك معتقد أن النبي إبراهيم إبراهيم ولد في هذه المنطقة في العراق هذه أول زيارة لبابا الفاتيكان لأي بابا الفاتيكان للحبر الأعظم للعراق هذه زيارة مهمة والحقيقة أن البابا فرانسيس هو بابا محترم وبابا لديه فكر متقدم هو بابا يعني الحقيقة أن هو بيحاول أن يعني يلقي رسالته في كل أنحاء العالم ورغم الكورونا ودي تقريبا أول سفرة للبابا خارج الفاتيكان بعد إغلاق لمدة سنة تقريبا لم يسافر فيها البابا من مدينة الفاتيكان وبالتالي اختار أن يذهب إلى العراق حيث التهديدات المستمرة لمسيحي الشرق ترجمة نانسي قنقر